أني سلم لمن صلمكم أني هرب لمن هربكم سابة عن مولاي وسيدي صاحب العصر والزمان وعن والدي 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 وعن المؤمنين والمؤمنات ومن قلدني الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى السلاء أيا زائر قبرا على العرش قد علا تضمن سبطي المصطفى خيرة الملو أسي يلدمعك القاني وقل متمثلة ماذا تنادي هاي اقتل ظام آنا حسين بكربل وفي كل عضو من نامل بحر من مبلغ الزرايا بضعة أحمدي أن الحسين قضى بسيف الملحد قضى ضاميا سبط الرسول محمدي ووالد الساقي على الحوض في غدي وفاطمة ماء الفرات لها مهرو بدمعتك توجه إلى أبي عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الغصين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله لقد عظمت النزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر ابن سعد ولعن الله شمراء ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد علما مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثاريك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله الله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقلب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسني وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ولصبالك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرأ في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتبائهم معاً إني سلمون لمن سالمكم وحربون لمن حاربكم ووليون ووليون لمن وعلاكم وعدون لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنالوا منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد وممات ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بن أمي وابن آكلة الأكباد العين ابن العين على ألسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف في نبيك صلى الله عليه وآله اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم العن أول ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا ثم تسلم على الحسين جميعا نسلم على أبي عبد الله الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنار ولا أجعله الله ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جاء في الرواية عن إمامنا الصادق أنه قال إن فاطمة بنت محمد تحضر لمن زار ولدها الحسين أريدك تسلم على الحسين نيابة عن فاطمة الزهراء السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنار ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمراء وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة ثم تسجد وتقول اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة